السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد إذن فيديو اليوم سنجيب عن أسئلة صرف والتحويل اسم الفاعل والمفعول حصة تانية حصة أتدرب وأطبق صفحة 104 دائما مرجع منار لغة العربية للسنة سادسة من التعليم الإبتدائي إذن السؤال الأول أحدد اسم الفاعل واسم المفعول مما يأتي وأوضح وزنيهما وكيفية سوغيهما إذن عندنا مقرؤ إذن هذا اسم مفعول راضي اسم فاعل مكرم اسم مفعول دائم اسم فاعل مستفيد إذن مستفيد اسم فاعل كذلك صيغة من الفين الغر ثلاثي مبيع إذن اسم مفعول إذن سنقوم بتحديد اسم الفاعل في جدول إذن سنجيب على شكل جدول إذن لاحظوا معي فأولا بالنسبة لسياغة اسم الفاعل من الثلاثي إذن على وزني فاعل كتب كاتب قراء قارئ رسم راسم مثلا ماذا نقول مثلا بحث باحث إلى آخره عالم عالم إذن من غير ثلاثي على وزني مضارعه بإبدال حرف المضارع ميمان مضمومة وكسر ما قبل آخره بالنسبة للفعل الثلاثي إذن نصغ اسم المفعول على وزني مفعول قراء مقروه رسم مرسوم بحث مبحث وغير الثلاثي على وزني مضارعه بإبدال حرف المضارع ميمان مضمومة الفرق بين غير الثلاثي إذن صياغة اسم الفاعل واسم المفعول من غير الثلاثي إذن بالنسبة لإسم الفاعل نكسر ما قبل الآخر بالنسبة لإسم المفعول نفتح ما قبل الآخر إذن راض على وزني فاعل إذن راض على وزني فاعل دائم على وزني فاعل مستفيد على وزني مستفعل إذن على وزني مستفعل مستفيد على وزني مستفعل بالنسبة لإسم المفعول لدينا مقرو على وزني مفعول مكرم على وزن مفعل مبيع على وزن مفعول إذن مبيع على وزن مفعول نمر الآن إلى السؤال الثاني أكمل ملء الجدول الآتي بالمطلوب مع الضبط يعني الشكل التام إذن اسم الفاعل لدينا جامع إذن الفعل جمع اسم المفعول مجموع إذن هنا الفعل ثلاثي أتقن فعل رباعي إذن سنسوق اسم الفاعل على وزن المضارع بإبدال حرف المضارعة يتقن بإبدال حرف المضارع متقن إذن متقن قصر مع قبل الآخر بالنسبة لإسم المفعول اذن متقن استبشرة لاحظوا معي اسم المفعول مستبشر به مستبشر به إذن مستبشر به إذن من فعل استبشرة واسم الفاعل مستبشير إذن مستبشير قلم إسم الفاعل مقلم إسم المفعول مقلم لاحظوا معي إسم المفعول مؤلف إذن إسم الفاعل مؤلف والفعل ألف إذن نمر الآن إلى السؤال الثالث أعين اسم الفاعل واسم المفعول والفعل في الجمل الآتية يستعمل المستخدمون مستخدم التكنولوجيا على نطاق واسع المستخدمون هنا اسم مفعول مستخدم اسم مفعول إذن اسم مفعول على وزن مستفعل على نطاق واسع إذن واسع إذن اسم فاعل تتوفر المدينة الذكية على بيئة غير ملوثة إذن ملوثة اللوثة يلوث ملوث إذن اسم مفعول ملوثة اسم مفعول للمدينة الذكية تأثير إيجابي في حياة الموظفين اسم الموظف موظف وظف يوظف موظف موظف إذن اسم مفعول موظف والزائرين زائر اسم فاعل والسائحين سائح إذن اسم فاعل نمر الآن أصدقاء إلى السؤال الرابع أصوغ من الأفعال الآتية استعد اخترع قدر احترم اتصل نظم سرم اسم فاعل أو اسم مفعول ثم أضعه في المكان المناسب له فيما يأتي إذن سنقوم بالسياغة اسم فاعل أو اسم مفعول حسب ما هو محدد إذن حسب السياق حسب السياق الجمل أنت لزيارة المدينة الذكية إذن هنا سنقول أنت مستعد إذن نسوغ اسم فاعل من استعد نسوغ اسم فاعل أنت مستعد لزيارة المدينة الذكية ب إذن ب مختارع أو مختارع إذن اخترع نسوغ اسم فاعل مختارع التكنولوجيا الرقمية مقدر قدر اسم مفعول مقدر ومحترم اسم مفعول كذلك إذن اسم فاعل اسم مفعول اسم مفعول استعمال المواقع المتصلة إذن متصل اتصل متصل متصل إذن اسم فاعل متصل بالشبكة العنكبوتية يجب أن تخضع لقوانين صارمت صارم اسم فاعل صارم إذن سؤال خمس أستعمل كل اسم فاعل واسم مفعول في جملة مفيدة إذن لدينا أسماء الفاعل والمفعول إذن سنوضفها في جملة مفيدة كاتب محمول مستمر محصن فائز مدعو إذن كاتب إذن الجملة أقترح عليكم هذا الكاتب مشهور محمول لا تنشغل بهاتفك المحمول طيلة الوقت مستمر ما زال الطقس البارد مستمرا محصن هذا البيت محصن بآلية رقمية ذكية فائز فرح الفائز بجوائزه مدعو هل أنت مدعو لحفلة التخرج إذن نمر الآن إلى السؤال السادس أركب أربعة جمالين تتضمن الأولى اسم فاعل من فعل ثلاثي إذن اسم فاعل من فعل ثلاثي على وزن فاعل والثانية اسم فاعل من غير ثلاثي والثالث على اسم المفعول من الثلاثي والرابعة اسم المفعول من غير ثلاثي إذن الجملة الأولى اسم فاعل من الثلاثي عالم 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 إذن يشتغل العالم في مختبر مجهز بأحداث التقنيات اسم فاعل من فعل غير ثلاثي اخترع يخترع مخترع لويس باستور مخترع مشهور الآن اسم مفعول على وزني مفعول الحاسوب أو من الفعل عارفة إذن من الفعل الثلاثي عارفة معروف عارف معروف الحاسوب الصغير معروف بسعات تخزيني الكبيرة رابعا التلميذ المجتهد منظم إذن نظم ينظم منظم منظم اسم مفعول من فعل غير ثلاثي منظم في عمله وبهكذا أصدقائي ننهي هذه الحصة الخاصة بالصرف وتحويل موعدنا إن شاء الله تعالى في الفيديو القادم مع تركيب إعراب المثنى الحصة الثانية أتدرب وأطبق